هلو الله فيكم بحلقة جديدة من توب 10 اليوم بتكلم لكم عن 10 ألعاب تخرع يعني أكثر توب 10 الألعاب تخوف وتخرع طبعا حطوا ببالكم إن فيه ألعاب مثلا لعبات Outlast ما رح أجيب طريها لأن Outlast ما فيها قصة محبوبكة أكثر من إنها مسوينا عشان بس أن يخرعونك فما رح أذكرها لكن رح أذكر الألعاب اللي لعبتها اللي أنا طبعا أنا عاشق الألعاب والرعب وفنان فيها فبقل لكم الألعاب اللعب اللعبتها والترتيب التوبتين حقها وبذكرهم واحد واحد فخليكم معنا خلونا نبدأ أول لعبة معنا هي لعبة Haunting Ground وتأخذ المركز الحاشر اللعبة هذه إذا ما كنت تعرفونها عبارة عن بنت وكلب وأنتم كرامة طبعا ويكربون سمعين طبعا فكرة إنك أنت البنت مع الكلب حقك تحاولون تهربون من وحش بيت مهجور أو قصر أو حاجة زي كده الرعب في اللعبة هذه إنك الوحش هذا يتسكع يدور في كل مكان فأنت تدخل غرة في النوم تتخبب دولاب تتخبب تحت طالط الطعام مش عارف إيش أو زي كده ما بيخرب عليكم اللعبة بس فيها أفكار حلوة صراحة ويعني حاجات جديدة فيها وقتها كانت من الأشياء الرهيبة صراحة اللي لعبتها فأنصحكم تلعبوها ثاني لعبة معنا بملكة التاسح هي لعبة A Tenet Darkness Sanity Requiem هذه من الألعاب اللي أتمنى يكون لها ريميك أو يكون لها ريماستر على جهاز A Tenet Switch لأنها لعبة سواها فريق Silicon Knights على جهاز GameCube هذه اللعبة من الألعاب القليلة اللي تخليك أنت كلاعب يعني تحس في اللعبة نفسها أنا أقولكم كيف يعني مثلا اللعبة عبارة عن تلعب شخصيات منوعة كل شخصيات كلها في عصر معين كل شخصية من هذه الشخصيات تمشي بقصة فيها معينة بعدين تتلاقون بقصة واحدة فأحبت القصة فيها مرة منتاز بس شيء مميز فيها لأن هناك أشياء غريبة تصير مثلا وإن تلعب فجأة تلفزيون يتقصر الصوت وإن تقول وإن تتغير القناة بعدين تتغير اللون يعني تأتيك أشياء كذلك فكلما اللعب حقك يتعب نفسيا داخل اللعبة يتغير أشياء كذلك حولها الصوت يصير مبواضح يعلق ويكسر الألوان تروح الألوان ترجع تتغير القناة هذا الأشياء الحلوة اللي كانت تميزها أنت كلاعب تحس بالأشياء هذه وعندنا برضو لعبة تكرم من الأورجنس هذه على المركز الثامن هذه اللعبة صراحة وقتها كانت من الألعاب هي لعبة منذ الأول وميزة اللي فيها أن قصتها مرة مرة وحشية ومرة غامضة يعني مرة دعر قصتها واحد قاتل متسلسل سيريال كيلر يذبح بنات بس إيش سو فيهم يعني يخليهم دمى طريقة وحشية وبشعة ولعبة هريك فهذا شيء يخرع وبعدين فيه أماكن ظلمة كثيرة في اللعبة وغير كذا في عندك أماكن تقدر تسوي تحقيق فيها وهذا شيء حلو لأنك أنت أصلا نشطي محقق في الموضوع ويجونك مجانين كثار فالمجانون هذا ما تفرق معه يمسلك حديدة يفلق رأسك عادي اللعب فيها كاميرا ممتع القتال فيه ممتع أنصح كم تلعبونها والمركز السابع معنا لعبة سايلنت هيل 2 أنا من عشاق لعبة سايلنتل وصراحة أعتبر سايلنتل 2 من أفضل ألعاب قصصيا فيهم والرعب فيها أعتبر الرعب نفسي أكثر من رعب حسية ورعب أنها شيء يخرج ليش لأن القصة فيها يعني أن قصته طبعا للبطل جيمس أن راح مدينة وجتها رسالة من زوجتها الميتة ويحاول يكتشف إيش سافة الرسالة هذه ما بيحرق عليكم أنا بس في أكثر شيء كثير في اللعبة مقاطعة كثيرة تكون تفكر فيها يعني أنت بعدين يعني لعبة لحزة لعبة سايلت المعروفة أنها تتغلغل في داخلك نفسي أكثر من المعنو فأنا سعكم تعبوني اللي ما لعبت مركز هادس معنا لعبة دوم 3 دوم 3 هي اللعبة اللي نزلت بعد دوم 2 دوم 2 نزلت من زمان على أجهزة قديمة نزلها أكثر من ريماستر فيها على جهاز بايستيشن 64 بعدين نزلت لعبة دوم 3 على الإكس بوكس والبي سي دوم 3 ميزة أن أولا حطت فكرة الامبينت اللي تخلي عند الإضاءة تكون يعني عندك هي طبعا لعبة منظر أول زي القديمة لكن عند الردهات تكون ظلمة يكون النور خفيف خافت كذا فأنت وان تمشي في اللاعب حيك تشوف ربع وواحش كذا ما رأي هل في أشخاص هناك هناك أم لا فأحيانا لا يكون في شي ففيها رعب نفسي كثير وصراحة وهي توقع اللعبة اللي أسست فكرة الأشياء هذي توقع كهات أول لعبة رعب زي كذ مكان من غلطان بس ألعاب كوندمد وهادي مشت عليها وأيضا لعبة أوتلا سبض وخلات منها بس دوم جبار طريقة حلوة وبقصة ممتازة ومركز الخامس معنا لعبة سايرين بلاد كيرس سايرين بلاد كيرس هذه من العاب النادرة اللي لها علاقة بالفلكور الياباني إن اليابانيين تعرفون دائما أن يتحمسون مع رص الأشباح وزي كذا و يبلغون فيها بس هنا الميزة فيها أن أنت كلاعب تقدر تدخل فراس أي شخص وتشوف من منظوره هو فلما سايرين 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 ثري سايرين ثري سايرين سايرين ثري سايرين ثري رزيدن ايفل سي هذي اللعبة صراحة أنا جربت على وقمط لعبة خوف بمعنى حتى حشرة أنا تصيحة من أنني لأن هذا موسيقى حسنا 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 لعبة لعبة موسيقى سايرين لعبة موسيقى لعبة المسيقى لعبة الثانية وهي لديها رعب و فضاء يجب أن تقطع يده تقطع رأسك قصة ممتازة قصة محبوكة مقاطع مرعبة أمنيزيا The Dark Descent أمنيزيا هذه من الألعاب النادرة التي أيضا تحبك القصة المنظور الأول مع لعبة الرعب فكرة أنك شخص فاقد الذاكرة لا تجد شيء يصاير لقد وجدت رسالة رسالة هذه أنت مشيت فيها وقعدت تمشي في المدينة في القصر نفسها وكل شيء تكتشف أشياء جديدة في القصر فالفكرة أنه يجب أن يجب أن تخاف فأنت تخاف فأنت تخاف لعبة نفسية تخاف صراحة لعبة مرعبة جدا المركز الأول معنا لعبة Fatal Frame 3 Fatal Frame سلسلة مشهورة فكرتها أنها دائماً بنات هناك أولاد يأتيون لكن أساساً هو بنات الأبطال بطلات معهم كاميرا الكاميرا هذه هي تصيد فيها الأشباح طبعاً ما قلتك تصيد الأشباح عرفتوا اللعبة هذه أنا لعبت كل أجزاء فيها وصراحة أخترت جزء الثالث الثلاث أسباب أول شي أنا فيها دمى أنا أخاف من الدمى ما أدري عنكم تخاف من الدمى أنا أخاف من الدمى أنا أخاف من الدمى فمرة كنت ألعب أنا وكانت في دمى جالسة دمى جالسة يعني أي لعبة ثانية تقول دمى جالسة خاصة طالحة تقول ما في شيء فأنا طالحة دمية هذه إلا ترفع رأسها وتطالعني كنت تتوتى يعني فيه شيء تخرح والوحوش هذا الاشباح يخرعون برضاً كابت سيدة ومزي كذا فجأة يطلعون لك وفي قصة جداً محبوكة ومرّة ممتازة فعطي المركز الأول أنها فعلاً هي اللعبة اللي تخليك تقدر توسس في الليلة تفكر وفي أحد وراي ولا لا هذه كانت التوبتين للألعاب المرعبة جبنا لكم إياها وعطونا رأيكم فيها وسمحوني إذا أنا نسيت لعبة حط كتبوها تحت في الكومنتس وللعب واحد من العب هذي وعطونا أفكار ثانية حق العاب توبتين ثانية او أفكار حق حلقات توبتين ثانية شكراً لكم في هذا الشيحة مع السلامة